السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك سعيد السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته سوف ترجمة نافاه السور من الخلف السور من خلف الشحمة ورحمة الحرب السور من العصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بقناة الخبز وملحونة الملحة والسكر والمصف instead of the water == ونضيفه في الماء 3 دريقة كسام يدور الماء وننضيفه كسام دير البزيزين ونضيفه في نتراب الكهربائي سوف نضيفه في طراب الكهربائي او اللي عندو هذيك الميكسور باش كنطحنو الصوبة و اذاك شي انا بعد المرات كنديرو في ماشي مشكلة باش ينجح لكم بغراء خاس تطحن مزيين 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 هذيك السميدة ومن بعد غادي تزيدو معلقة صغيرة دير يعني سبعة سبعة جرام ديال اه خميرات الحلويت موين من بعد ما انا نستعملو دير اكتما نخليش يرتاح يعني واحد خمسة دقيق بما نوجد المقلة وذيك شي وكيف ما يكتبو بحلقة معايا كي تقب في اول واحدة كتحتك تقب يعني كي يجي اكتر وكي يجي خفيف كي يجي ش مع الساد ولك شي كي يجي خفيف جدا المقلة انا ما كان ما كان غسلها مات اشي حاجة كنحيد الاخرى وكندير الاخرى غير يخص تكون العافية في الول فاشي لا تحطي تزيدي في العافية تزيدي في العافية تكون جا غير شوفوا ما كتتقبو يعني فوقاعات قاع خرجو وكتنقص عليهم العافية باش طيب في خطر هذا هذا وسر ريالو ما انا بعد ما كنديش هذك الطريقة دي الغسل ومسحها دي غير هالطريقة را كي يجي مزيان كي يجي امتقب وكي يجي خفيف مهم كنتمنى انكم تجربو هذي طريقتي في البغرير دائما اه كتصدق معا تصدق معايا معمرها يعني معمرها ما صدقتش معايا يعني دي ما الطريقة هي كتصدق معايا مهم انا السمريت السمريت مهم هذي الاخرى بقاليا غير شوية يعني تشوفوا من الولد الاخرى كي سدا هذي الاخرى اللي بقاتليا اه اه شو كيفاش كتا 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 يعني من اول تالاخر را كيتتقب مرح سرعتليا حتى شي واحدة كله كي يجي ها كم فشفش وزوين وخفيف اهم حاجة انه كي يجي اخفيف بزيه بحلال اغير هذي الكشكوشة ديال ديال البغرير ممكن انتم منى انكم تجربو هذي الطريقة ديالي في المغرير في المغريب في المغريب ابياني مع المغريب في المغريب في المغريب نضيف العجنة من خفيفة و قصحة نضيف العجنة ثم ندوز و ننخلها بما صوبت الحشوة كما تشاهده معي كوهات متوسطة وخليه يرتاح غطيته وخليته بما مش نصوب الشحمة دي هنا في مقايلة درت الزيت ودرت البصلة اللي مقطعها على الشكل كيفما تشاهده ونديرو على نار هذي اهم حاجة ما تديروش على نار المجهده باش البصلة دينا متحرق وديها كواقفة وتقطع دينا الملوين من بعد هنا لا تصورات شليه ضفت الشحمة دي لكل واقعنا اللي كندير وضفت الكركم والملحة والبزار والمعدنوس يعني هاد شي اللي ضفت وهدي الشحمة اللي قتلكم حيتي ما تصورات شليه موايم انا كنتحنها قبل وكنديرها كيف بلاستيكات وكنحطها كل كونجير الوقت اللي كانحتاجه كنجبدو كنسعمل السكول ديجة مطحنه مشي كل مرة هذي شيد كتطحانة فاش كتطحان كتعمر لينا الدنيا مهم اه كنوجده قبل وكنحطه مهم غاد نستعمل حلقه على نار هاذي اه من خلطوها باش ما تتحرقش لنربصلة ديانه كيف ما قيت للكم مهم ارى العطرية قيت لكم العطار العطرية العادية اللي كنستعملو العادية اللي بغه يضيف انا يلادف التحميره حتى تحميره اللي إلادفتها في الول كتحرق اضيف الحار اضيفه اضيفه اضيف حشوه اضيفه اضيف الحشوه زيت والزبدة الزبدة كيف تشوفوا معي انا ما كي تقطعش معي بهالطريقة كيفما وخاك ندير في الفينو ما كي تقطعش يعني كي تورق عادي وفاصل مو ما كي محناش كيفما كتشوفو كنقلب باش مي محنيش ما يتقطعش ليه مايما انا السامر كيفما كتشوفو بحلكها حتى نسرحت الكرية ديالي او العجينة دي او الملوية ديالي كيفما كتشوفو يعني حاولو انكم تصرحو حتى يباليكم سطح العمل باش يجيكم مورق ما يجيكم شمع الجن من الدخل على هات الشكل وغادي ناخدو شوية منها ندهنو يعني نحاولو اننا ندهنو غير الملوية ديالنا كلها كيفما كتشوفو على عينيكم على هات طريقة والي بغايد ندير كتر منها كيدير يعني مش مشكل انا غير هات الكيميارة كدي قجي مزيانة كي يجي عمر يعني كتشوفو البذاق ديال للتحمياء ورقة 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 وارقة سينه مجموعة ورقة ودخله من الجنب وكيف ما تشوفو الاعينيكم يعني رى الفيديو شارح راسو نقلبوه بحلقه ونحطوه في في البلاتو يرتاح انا هنعود معاكم الثانية بالنسبة المبتدي اتأمل يعني عارفين انا عارفين يعني غير بالنسبة اللي معمر دارو بالنسبة للمبتدئات اللي معمرهم دارو اه ملوية الشحمة يعني على الطريقة انا جبت لكم الطريقة السهلة سهلة 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 بالزيف مليون ما تحتاجيش انك تشري يعني تصوي في الدار وما كي ياخدش معك وقت كبير يعني معافية الخميرة ما تحتاجيش انك تخلي رساح ولا يعني سهل سهل بزاف يعني انا هدا ديما فطوري انا يرا الساعة قبل ما قبل من يقدن المغرب كنو نصوب اه كنو نصوب فطوري انا من الناس ما كي بغيش في رمضان يوقف بزاف له كوزين يعني كندير ديما الحوايش السهلين وما مطونوا تكونوا بنان وكيتكالوا يعني لاش الاسراف موين ما دي السامر على هاد الشكل كيف ما كتشوفون عاولوا نحاولوا ندخلوا في جناب بحال هكا ونحطوا هكا تسترسح في 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 البلاطو كيف ما كتشوفوا راني كملت كل شي وحطتهم هكا يرتاحوا شوية بما انني وجد المقلا ووجد فين غادي فين غادي نسرح موين انا يا درش هاد هاد طريقة هاد المرة على قبلكم عما انا كنسرح دي غاكتو كنحطفو مقلا موين درش هاد طريقات هي كنحطفو موين درش هاد الملوية مع الشحمة شوية كترخف شكت جيت الزيت شوية كتخسر لك ذيك الملوية كتجي هكا عوجا ولا يعني بهذه الطريقة كتجيني أنا سهلة وما ممتوم كتوسخش لي يعني هذيك الزيت وذيك اللي كتخرج من الملوي كتبقا في هذيك الورقات الورق الطبخ كيف ما كتشوفو موين غادي نسرحو انا انا كنا كنرقو شوية كي كديرو غلاية بزاف مي حاولو انكم ترقو حيش في ذلك الخميرة كيتنفخ شوية وكيجي هكا كم هوي من الداخل ده بتشوفو معا يعني رقوه ما دلوش غلاية بزاف موين ما هي المقلا دي أنا راها سخنات مزيان أنا كنستعمل مقلا تقيلة يبغا يستعمل غا مقلا العادي سعبنا ماشي مشكل موين على هذي الشكل كيف مدرت معاكم المرة اللي فاتت المخمار يعني نفس الطريقة الطريقة اللي كتجي سهلة بنسبة المبتليئات وفي نفس الوقت ملوي دينا ما كيخسرش لينا ما كيعواج لنا ممتشي حاجة غا حاولو غا نحطو يشت فرسو انقلبو كيمة طريقة ديال الملوي العادي موين ما أنا جيت باش نقرس وحدة خرامة يلبنت لكم شي روينا غا مدعين لكم ودوز قيمة تنقول ديما يعني عرفت معاك يلا مصوب الحريرة ومصوب البغرير ودك شي يعني تكون روينا هكا مايمن لا اللي شافش حاجة يغمد عوينات ويدوز مايما على هذي الشكل هذي القرس كيف مكتشوفو كي حاولو اننا نرقو كيف مكتليكم وراح يتكيت نفخ لينا على هذي طريقة وغادي تهيين حطوها مع الاخرى في المقلة في المقلة اللي هي ديجا على كيف مكتشوفو الاخرى يعني قلبتها غير شد فرسو وتقلبوه باش كتنفخ لنا وكي دي النم هوية من الداخل على هذي طريقة جدا يعني سهلة بزيف هذي طريقة يعني هي اللي اسهل طريقية يعني اي وحدة مع مرها يدرك الملوي غادي تنود ليمو غادي تديره يعني هذي طريقة مايش يدروا بها نسمين نفس طريقة يعني نسمين غالش يكون مربع مما كتلوي وش رادي يجدرش معاكم نسمين في القناة شراح نفس الطريقة نخليكم الرابط في صندوق الوصف تهو كيجي رائع 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 جدا بنفس طريقة غير لاخر مربع وهذا مدور شو كيفاش كيكونوا معنا مما كيخسرووشنا كيبقاوا الضايرين اما لي كيعرف الملوي واداك شي يعني ما يحتاش اني ما يحتاش اني نقول لي كيفاش يدير لي اما انكي نقول غير المبتديات اللي معمرهم داروه ولا ما كيصدقش معاها يعني هذي طريقة مية في المياه غا يصدق معاك يعني هاني ده ثلاثة في المقالة باش يربح الوقت ضغياء ونقول لكم حاجة العافية تكون متوسطة مما تكون شو مجهدة وباش يتنفخنا على خاطرهم ما يتحرقش لينا ديما العافية تكون متوسطة مهم انا نستمر على هكا نقلب في الملوية دي ولي حتى يتحمروا لي كيفما كتشوفوا يعني على عافية متوسطة راني مدرج عافية مجهدة هاي عادي يلا شدت فراسة وقلبتها تحاولوا انكم تقدوها كيف مدرج مهم هنا يرا هو التحمر معايا كيفما كتشوفوا على هالطريقة كنحمرو انا مزيان كيجي ها كشو كيتنفخ كيجي منفخ ومفش فش في الداخل وممتون ومورقة عاطل غير كتمسي كلو كيتشفرش من سيمانة انا كندلو في الكنجل ما كيوقع علي تشي حاجة كيفش كيفاش كيجي 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 هائل هائل جدا وروعة روعة روعة وكيجي مورق يعني وكيخرج يعني انسكيلو ديال دقيق خرجت ما ان شاء الله كيفما كتشوفوا على عينكم جا رائع رائع كنتمنى انكم تجربوا الوصفة ديالي راها كتجي زوينة 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 بالنسبة المبتدئات ما عندك شو عدر اليوم ما تقوليك تخسر لي ولا شي حاجة راني شرحتك كل شي في الفيديو تنتمنى انه يكون عجبكم وما تنسونيش دائما بلايك وتابونوا في القناة وبحتاجوا القناة مع الناس اللي اعزازين عليكم تنقولكم رمضان مبارك سعيد وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته